استشهد 13 مدنيا بينهم أطفال إثرى حملة قصف جوي بالبراميل المتفجرة والألغام البحرية على مدينة حلبة وريفيها الشمالي والغربي هي الأعنف منذ توقف الحملة السابقة حيث سادفت أحياء الحدرية والصاخور والكلاسة الشعار وبعيدين الهلوك ومساكن هنانو عين التل وبني زيد ودكاكين حجاج كما أسقط طيران النظام الأسد المروحي 32 برميل متفجرا وأنفذت طيران الروسي أكثر من 33 غارة روسية بصواريخ الفراغية والعنقودية على منطقة البريج مخيم حندرات ومنطقة آسيا طلم صيبين الملاح وحريتان كفر حمرة ومعارة الأرتيق حيان بيانون عندان بالريف الشمالي إضافة إلى ياقد العدس وكفر بسين ومعارة الأرتيق ما أدى لسقوط جرحة كذلك في قرية تلممو بالريف الجنوبي بات تدمير ما تبقى من مدينة حلب وريفها فوق رؤوس سكانها من أولويات النظام فلابد له بشكل شبه يومي من مجزرة في حي هنا وبلدة هناك مقاتلات النظام الحربية عمدت صباح هذا اليوم إلى قصف المدينة وريفها بالصواريخ والبراميل المتفجرة مقيعة أحد عشر شهيدا وعشرة الجرحة في أحياء الحيدرية والسكري والكلاسة والصخور ودوار الحلوانية أكثر من 150 غارة جوية طالت معظم أحياء المدينة بالإضافة إلى مدن حيان وكفر حمراء وعندان وحريتان وكما مجازل النظام السابقة كان جل الضحايا من المدنيين تكثيف النظام لعمليات القصف على كافة الأحياء والمدن خلقت توقعات من ناشطين وخبراء عسكريين باقتراب عملين عسكريا يجهز النظام له في مدينة حلبة أو ريفها ولسيما مع انشتغل ثوار في معارك الريف الشمالي ضد تنظيم الدولة وللحديث أكثر معنا عبر سكايب من تركيا السيد ياسر إبراهيم اليوسف عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين زنكي أهلا ومرحبا بك سيد ياسر ما هي التغيرات السياسية والعسكرية التي أدت إلى إطلاق هذه الحملة العنيفة على حلب وأريافها أحيك أحيي السادة المشاهدين الآن لا يخفى على أحد هذه الهجمة الشرسة على مدينة حلب وعلى أريافها الريف الشمالي والريف الغربي من خلال القصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة بالصواريخ الموجهة وبالأفغام البحرية ذات السقوط العشوائي مما أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحة الآن هذا الهجوم النظام يتزامن مع هجوم داعش بالريف الشمالي بالإضافة إلى محاولات قوات حزب الاتحاد الديمقراطي بطريق حلب من شأنها الضغط على الثوار يبدو أن هناك تأكيد مؤامرة حقيقية على الثورة وعلى الثوار من أجل الرضوخ وحضور مباحثات جينيف التي يدعون عليها مؤخراً وتأجلت أكثر من كذا مرة يعني لا يمكن الآن قراءة هذه الهجمات النظام على مدينة حلب وعلى الريف الشمالي دون النظر إلى هجمات داعش بالريف الشمالي الآن يعني داعش تحاول جاهدة إلى حصار مدينة مارع والإطباق على الريف الشمالي وعلى أرياف مدينة عزاز بالتزامن مع هجوم النظام طيب أستاذ ياسر ما هي مخططات الثوار والتحضيرات التي يقومون بها لحماية مدينة حلب الآن يعني أنا نسيت أن أذكر لكم اليوم صباح أن كان هناك محاولات جدة من النظام لقطع طريق الكستيلو من طرف حندرات من مخيم حندرات يعني هذه النقطة الاستراتيجية وتصدى لهم الثوار من خلال عمليات نوعية وتفخيخ وتلغيم وذلك قد أحدث أضرار بالغة بقوات النظام الآن مخططاتنا هي يعني حقيقة الحفاظ على الشريان الحيوي إلى مدينة حلب صد هجمات داعش ودحرهم ما أمكن إلى الريف الشرقي وبالتالي حتى إلى مدينة جرابلوس ومنبج في ضوء استعدادات بيدي قوات حزب الاتحاد ديمقراطي للهجوم على منبج يعني أنت تعلم أنهم أعلنوا معركة الرقة ولكن الآن رويدا رويدا انسحبوا من هذه المعركة وعيونهم على منبج طيب أستاذ ياسر ما الفائدة التي سنجنيها الثوار في حلب في حال سيطرت قوات السورية الديمقراطية أو البيدي على منبج ما هي الفائدة التي سنجنيها نحن؟ نعم هذه خسارة خسارة فادحة لنا يعني منبج تعتبر من الريف الشرقي لمدينة حلب منبج وجرابلوس وهذا الشريط في الريف الشمالي لمدينة حلب جميعا يعنينا هذه المنطقة وسكانها من الثوار ومن العرب وينتمون إلى الثورة ولكن الهجوم القاسي والضخم الذي شنته داعش أو آخر في بدايات عام 2014 أدت إلى خسارة هذه المناطق الآن مخططاتنا نحن يعني دحر هذه القوة خصوصا الآن في الريف الشمالي يعني الوبع الآن في الريف الشمالي ثواري وعنون من جبهات يعني من ثلاث جبهات من قبل البيدي ومن قبل ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى قوات داعش الآن التي تحاول السيطرة على مدينة مارع يعني الآن لديهم معادلة سيد ياسر هل هناك أي تنسيق بينكم وبين الجانب التركي بشأن الوضع في الريف الشمالي؟ نعم هناك اتصالات ولكن ليست حسب المستوى المطلوب ما بين قوات ثوار وما بين الأخوة الأتراك يعني لا ننكر بأن لهم أياد بيضاء من خلال نقل قوات وكتاب الثوار من الريحانية أو من القسم الغربي لمدينة حلب إلى القسم الشمالي الشرقي لمدينة حلب أشكرك جزيلا شكر كنت معنا عبر سكايب من تركيا السيد ياسر إبراهيم اليوسف عضو المكتب السياسي لحركة نور الدين الزنكي شكرا